السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة Cuisine Family اليوم إن شاء الله نشارك معكم خبيز بالخمير البلدية اللي تقدروا توجدوه إن شاء الله العيد عواشر مباركة اللي يدخل عليكم إن شاء الله العيد بالصحة والسلامة اللي يتقبل منا إن شاء الله الصيام والقيام اليوم إن شاء الله الخبيز دي اليوم ما من السم كيف ما كنا كنحضرهم اللي كنا صغر أتمنى إن شاء الله تجربوه تردو علي الخبر كيف العادة وبسم الله على بركة الله تفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله غدا نخلطو نديرو النص ديال الدقيق الكامل والنص مغربل إلي عندكم القمح الصلب ممكن نديرو النص ديال القمح الصلب والنص ديال الفارينة أنا عندي غير الفارينة المغربلة وفارينة بالنخالة نستعمل ثلاثة ديال أكواب فارينة مغربلة اللي هو الدقيق القمح الرطب يعني بدون نخالة وغدا نستعمل ثلاثة ديال أكواب ديال الدقيق القمح الرطب اللي بالنخالة يعني الكامل وغدا بما أن الحال سخون هالنهار فشه جنت غدا نستعمل غير ثلاثة ديال المعالقة ديال الخميرة البلدية فقط كافين وما بغيتو شي خمر ليه بسرعة بغيت يخمر على خطره يعني خليتو أنا خمر تقريبا شي سبعة ديال السوايع يعني ما لإني استعملت للخميرة قليلة بالنسبة اللي بغيتو القياس بالقرام 600 قرام تقريبا ديال الدقيق اللي استعملت والخميرة البلدية تقريبا شي خمسين قرام والخميرة البلدية اللي بقات ليه غدا نزيد لها الدقيق ونخليها حتى نحتاجها المراجية هنا نستمتو كيف ما كنا كنا نستموه دائما في ليلة العيد غاية كنا كنغربلو مزيان نطقيق كنا كنستنديرو فيها الزنجلان أنا استعملت هنا ملعقتين ديال زنجلان معلقة ديال السانوج ونافع استعملت النافع حتى هو كيجي لديد بزا فهذا الخبيز صافي وغدا نعجنو دابا أنا عجنت غيب باليد باش أي واحد يقدر يعني أي واحد يقدر يجرب هاد الوصفة تقريبا استعملت كوبين ديال الماء والثالث غدا نبقى نزيد بشوية بشوية مهم لما را كيبقى على حسب يعني الدقيقة ديالكم واش كيشربوا للأ بحل دابا إلا استعملتوا القمح الصلب راه كيشرب الماء كتر من الفارينة من بعد ما جمعت العجينة هنا غدا نستعمل العسل وزيت البلدية معلقة كبيرة والمليحة أنا كنتستعمل الملح ديال الملح الرمادي يعني بالنسبة للعسل وزيت الزيتون إلا بغيتوا تستغنوا عليهم را غا تستغنوا عليهم يعني مش مش ضروري يعني ممكن تستغنوا عليهم هنا غدا نزيد واحد شوية ديال ما باش كتدو بليا ديك المليحة سافيو غدا نحاول يعني نحاول نخدم العجينة حتى يدخل فيها العسل والملحة سافيو غدا نوريكم الطريقة باش كان دلكو يعني دبا من اللي جمعتها يعني دخل فيها زيت البلدية غي هكذا يعني كنت قنضربو غيب حل هكذا بيد وحدا نعجلتها دلاجينة كلها بيد وحدا تقريبا سافي كنت قنضربها غيب حل هكذا كيف كتشوفو يعني بها الطريقة باش دلكتو هاد المرة هنا سافيو من بعد ما دلكتها الطريقة اللي وريدكم غطيتها دبا خليتها ساعة ورجعت ليها شوفو كيفاش دبا ولت درخات ارجعت ليها غنعود نجمعها يعني هاد المرة هادي درت هاد طريقة هادي درت هاغي مرة وحدا ان شاء الله غدا نشارك معكم طرق اخرى فيتشارك معكم شاركت معكم يعني طرق اخرى تحضير دي الخبز كنوا متأكدين بان الخبز كيخرج لكم على حسب الطريقة كيفاش عجنتو على حسب الكيمية دي الخميرة على حسب الوقت اللي خليتو يتخمر يعني را كينا يعني كلها خبز وكيفاش كييجي سافي كيفكتشوفو را غيك نجمعها هاي بحليت نزيرها وغدا نعود نغطيها ونخليها هاد المرة حتى تخمر على خطرها وعاد غرجها نقرسها خليتها انا سبعت سوية هانتو ما كيفاش خمرات يعني فاضت بالخميرة مع انا في هاغي ثلاثات دي المعالقة دي الخميرة البلدية سافي ضروري ما غا نعود نجمع العجينة يعني نعود نجمعها نزيرها كاتولي يعني قوية العجينة لان هاد طرخات خصنا ضروري نجمعها انا خديت لانا مليكة طرخة العجينة كتوليكة تلصق تهن شوية ايدي بزيد البلدية يعني ممكن تستعملو الطقيق انا غاي باش نتفادى انني نستعمل الطقيق بزاف غانستعملو غاي فتقراس يعني ملي تكون هاكذا العجينة مرخية بزاف ضروري تستعملو شوية دي هالطقيق لانا هولا غا دي يعود يعطيها القوة ويعود يعني كتعود تقبط راسها سافي كنحاول نجمع الخبيزة ديالي يعني بطريقة اللي بغيتو يعني هاد العجينة را كد تقدر تجي حتى باقي سافي غنشكل الكويرات ديالي كاملين وضروري غنخليهم يخمرو مرة تانية المرة تانية موديش نخليهم بزاف نخليهم ساعة تقريبا سافي غدا نشعل الفرن ونخلي اه الدرجة ديال الحرارة ديال الفرن خاصة تكون عالية انا كنطيب في الفرن ديال طو اه كنخطم الفرفارة كنشعلو من الفق ومن تحت وكنخليه اه اي طيب يعني حتى كيتحمر وعد كنخرجو سافي هنايا كن نرشو بطقي قبل من يعني قبل ما نخليها خمر هي حتى تقرسو باش ميجينيش من فوخ بزاف باروري كن نقرسو شوية وعد كنرشوه بالطقيق هنا إلا بغيته تزينوا بالطقيق عما إلا كنتو بغيته تزينوا بالحبوب فكتزينوا بشوية الماء وعد كترشوه بهرة هنا صافي رياخمر يعني داست ساعة تقريبا صافي كنفل حكيف كنتشوفوها كده بهاد وصافي ريكي بقيت لكم يعني شعلت الفرن بالدرجة ديال الحرارة دياله اه ميتين واربعين انا كنذير ميتين واربعين حتى كيتحمر بعد كنخرجو كيف كتشوفو هوا هنا يا الى بغيتو يجيكم ذاك الطبقة العلوية بغيتو هاتجي مقرمشة خاسكم ترشو الفرن بالماء يعني تبقاو مرة 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 ترشو في الماء او كتديرو شوية الماء في اللاطة التحتانية انا بغيتو يجر طب هاد المرة باش يبقى لي بغيتو القرطب يعني يومين لان هاد الكيمية كلها ما كيتكالش بزاف الخبز في رمضان لذلك راني مرشيتش بالماء بتاتا يعني خليتو يبغي هكذا كعاكي باش كيجي مل داخل كيجر طي طب ديك زيت البلدية حتى هي ركا تعطيه واحد لبنة تمنى ان شاء الله تجربوه وتردو علي الخبار كيف العادة واستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة